لن يكون بمقدور وليد أن يزرع الأرز في أرضه هذه مستقبلة وذلك بعد أن أقر مجلس النواب المصري تعديلات على قانون الزراعة تهدف الحد من زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه وليد الذي يعتمد على محصول الأرز كخذاء أساسي له ومصدر لتوفير احتياجاته المادية على مدار العام يقول إن الأرز محصول استراتيجي للدولة وإن بداء لزراعته لن توفر كميات المياه التي تستحق تقليص المساحات المزروعة دي به الرز محصول أساسي عند الفلاح لأنه كل سنة بيزرعوا لأنه بيعتمد اعتماد أنه بمصاريف السنة كلها أو المصاريف اللي بيصرفها هو الربح اللي بيجيلوا منه من الرز إما أنا غير كده لو أي محاصيل تانية مثلا برسيم أي حاجة موسمية إما الرز ده حاجة أساسية وزارة زراعة المصرية من جهتها أعلنت أنه لا تراجع عن تقليص المساحات المزروعة بالأرز خلال الموسم الزراعي الجديد في تسع محافظات بمساحة سبعمائة وأربعة وعشرين ألف فدان مع فرض عقوبات على المخالفين للقرار قد تصل لحد الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر من جانبه نفى مسؤول ملف الرأي في وزارة الموارد المائية والرأي المصرية أي علاقة لتعطر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بتقليص مساحات المحاصيل المستهلكة للمياه وفي مقدمتها الأرز مؤكداً أنها محاولة لتقليل كمية المياه المستقدمة في الأغراض الزراعية بعيداً عن سد النهضة نحن عدد سكان مصر مئة واركبعة مليون ولا مئة وخمسة مليون حالياً والحصة في مصر هي هيها لو قلنا بالأركام احتياجات مصر من المياه لا تقل على 114 مليار بنستورد محاصيل الغذائية في صورة بتعادل في صورة مياه افتراضية بتعادل حوالي 34 مليار يتبقى استهلاكتنا للمياه داخل حدود البلاد حوالي 80 مليار المتاح من الـ 80 مليار 60 مليار وتخشى مصر أن يؤثر بناء أثيوبيا لسد النهضة وتغزين المياه خلفه على حصتها من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مقاعب سنوياً يقولوا مزارعون هنا أن تقليص المساحات المزروعة من الأرز سيعرض أرضهم للبوار نظراً لعدم صلاحية زراعة أي محاصيل بها سوى الأرز وذلك لارتفاع نسبة الملوحة بأراضيهم بينما تؤكد الدولة أن القرار يهضف إلى ترشيد استهلاك المياه في ظل قلق من تأثير بناء سد النهضة الأثيوبي على حصة مصر التاريخية ممي يهني النيل محمد عبدالله الحرة القاهرة